السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيقائي الكرام. مرحبا بكم فيديو جديد على قناتكم. انا السبورت. في هذا الفيديو غا نحاول نتعرف عن المدرب الجديد لفريق الرجاء البيضاوي المغربي البوسني روس مير سفيكو. المدرب سفيكو من موارد الف وتسعمية واثنين واثنين وخمسين سنة بوسني الاصل وبلجيكي الجنسية. بالنسبة لما صار تدريبي واللي هو شغل الشغل اللي جماعها فريق الرجاء البيضاوي الباركور ديالو. فهو بدف الدوري البوسني في الدوري المحلي. اخده جميع بطولات وصل لجمارات الفينال ديالكاس ديالبوسنة ومدهاش. مبعد مشى الدوري الصيني. دربش فراقي. ما ادتش حاجة. ابرا يرجع لبوسنة وكان خدم عدوان ديال المدرب ديالبوسنة. ما فين شوي يابان. ابرا كيت البلاد ومشى درب الدوري الكويتي حيث ودربه فريق العربي. ما طولش معهم بزاف. ومبعد الدوري السعودي في ندي العروبة. اللي هو اخر محطة ديالو قبل فسخ العقد هو انتقالي فرق رجاء البيضاوي. اه اكيد ان الظروف تختلف و الفروق تختلف وفرق رجاء البيضاوي فرق مرجعية وشعبية كبيرة وضغط. ضغط جماهيري كبير. مختلف على باقي التجارب السابقة التي قادها الفعل المدرب البوسني. شعب الرجاء ما غاديش يرحم المدرب خاصة عنده واحد الارثاقي الخلالي الالماني جوزينز باور. اللي قدم موسم تاريخي بدون هزيمة ولقابين دوبلي في عام واحد ما كتكررش بزاف. فعنده واحد مسؤولية كبيرة انه يزكن نتائج الاخيرة التي حققها زين باور مع الفريق. وخاصة ان الرجع بيدو مقبلها لعصبات الابطال الافريقية. وغيب عن تيتويج لمدة كبيرة جدا ولمدة طاولة جدا ما حقش فيها رقب عصبة الابطال الافريقية فهذا هو التحدي وهذا هو هدف المكشف المسير وهدف الجماهير وهدف اللاعبين في الموسم المقبل. نتمنى التوفيق للمدرب روس ميرس فيكو اه في مشواره القادم مع فريق الرجع بيداوي وتشريف الكرة الوطنية المغربية في اه القرى الافريقية اه العام المقبل الى جانب فريق الجيش المالكي في عصبة الابطال الافريقية. موسيقى 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 موسيقى